كل واحد منهم متقوقع حول رغبة قلنا نسميها رغبة شخصية لتحقيق أمور معينة وهذا شيء صراحة أجعلهم يهملون إهمال كبير الجانب الاقتصادي من صاحب الرغبة؟ هل صاحب الرغبة من السياسة أم من الاقتصاديين؟ لابد أن نوضح للمشاهد فرق الفرق ما هم هناك لاعبون بالسياسة يلعبون بالاقتصاد تجار سياسيين وهناك وزراء تجار وهناك نواب تجار فلابد أن نوضح للمشاهد يعني باختصار شديد مجلس الأمة ركز باختصار على الجانب السياسي وأهمل يعني الجانب الاقتصادي وهذا صراحة دخلنا يعني في شد بين الحكومة والمجلس جعل البلد أشبه بمشلولة سياسية رغم أن هناك شيء مهم ومفروض على المجلس بنوعه الحكومة وأعضاء المجلس أن ينتبه له حنا في الكويت عندنا خطة تنمية صدرت بقانون وبشبه إجماع بين أعضاء الحكومة وأعضاء البلغمان وهذه الخطة حتى تسير وتم تنفيذها لا بد من متطلبات لها المتطلبات هي صدور قوانين محددة تسمى أو دعم مالي لا هناك يعني 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 أنا الخلاف كان على تنفيذ خطة التنمية هي الدعم المالي من يمول الخطة؟ البنوك أبدأ تستعدادها لتمويل الخطة لماذا تعطلت؟ هناك بالصراحة في بداية الخطة كان في مجهول مصدر التنويل يعني هل الدولة تمول أم من القطاع الخاص البنوك تمول طبعا هذه المسألة يعني تم تجاوزها وحلها لكن الموضوع اللي أنا كقانوني أشوفه يعني ناقص بموضوع خطة التنمية المتطلبات التشريعية كانت ولا تزال في أدراج مجلس الأمة وهي لازم إلى سير خطة التنمية ومع ذلك تركوها وانتبهوا إلى مساء الأخرى إذا أنت تقف على المساء التشريعية المساء التشريعية غالبا ما تعطل قوانين التنمية أو تعطل بعض القوانين الاقتصادية وتعني الاقتصاد نيجي للسيد عبستر سيد عبستر قطان ترى أن التنمية في حاجة إلى أن تسير في خطاها مهما تعطلت عجلة التشريعي بسم الله الرحمن الرحيم بداية يعني لابد من ذكر أنه أي خطة توضع لا بد من أجل نجاح هذه الخطة أن تعطى الإمكانات اللازمة تمام لتنفيذها وكذلك أن تتولاها إدارة لديها الصلاحيات التي تمكنها من تنفيذها لذلك أنا أتفق مع الدكتور فهد فيما طرحه فيما يتعلق بأن هذه الخطة كان ينبغي أن يتوافر لها مجموعة من التشريعات القانونية التي تسهل وتسهل هل التشريعات القانونية غير متوفرة أم التنفيذ خاطئ؟ كما ذكرنا أن التشريعات القانونية متوافرة ولكنها ليست مكتملة يعني هناك نقص فيما يتعلق بالتشريعات القانونية ثم بلا شك وجود هذا أو ما يمكن أن نطلق عليه الصراع السياسي الذي بات مشهودا في البلاد بالتأكيد بأنه يعرقل هذه الخطة ويؤخرها ويؤجلها ومع الأسف الشديد الخاسر في نهاية المطاف هو الوطن والخاسر في نهاية المطاف هو المواطن في هذه البلد الكريمة إذن ونحن نتحدث على تعطيل بعض القوانين هل وأنت مدير عام شركة للإستشارات الشرعية هل النظام الإسلامي أو أسلمة بعض البنوك تتمشى مع القانون التقليدي؟ ثبت أن الصناعة المصرفية الإسلامية باتت اليوم أحد المحركات الرئيسية في أي اقتصاد وخاصة في الدول مجلس التعاونية ولكنها لم تنافس التقليدي حتى الآن لا نستطيع يعني حتى على مستوى الصناعة المصرفية أو الشركات أو الصناعة الاستهلاكية لم تنافس اليوم بعض الشركات التقليدية يمكن بحكم عدم وجود قانون متخصص إسلامي وتعمل في ظل قانون تقليدي؟ أنا أعتقد أنها استطاعت أن تنافس ولا أدل على ذلك من توجه الكثير من المؤسسات التقليدية نحو التحول إلى النظام المصرفي الإسلامي لا أدل على ذلك من وجود قانون ينظم أعمال المصارف الإسلامية تحت قانون المصارف في دولة الكويت أعتبره منتج يحقق ربحية بلا شك أعتبر العمل المصرفي منتج يحقق ربحية للمستهلك فقط يعني ما خدهاش بوجهة نظر مصرفية إسلامية تحقق لهم شرعية بدليل أن ما زالت القنود موجودة ما زالت القوانين التقليدية تحكمهم لم يكن هناك قانون إسلامي غير اللجان الشرعية داخل البنو لا يمكن القول بأن المصرفية الإسلامية لم تحقق إلا أسلمة المنتج بالعكس هناك أسلمة للإجراءات أسلمة للعقود وكذلك للسياسات أي مؤسسة تريد أن تتحول اليوم إلى النظام المصرفي الإسلامي فإنها تخضع إلى خطة وموافقات حتى البنك المركزي على سبيل المثال عندما اعتمد خطة تحول بعض المؤسسات إلى النظام المصرفي الإسلامي الحقيقة أشرف على هذا التحول ووضع متطلبات محددة بل تأخر إعلان هذا التحول إلى أن تم استفاء كافة هذه المتطلبات ما أريد أن أقوله اليوم أننا نعيش في مرحلة تعايش ما بين المصرفية التقليدية والمصرفية الإسلامية وهذا أمر بحد ذاته أمر حسن وهو مرحلي وهناك تنافس مشروع نعم وهناك إقبال هذا لا يمكن إنكاره اليوم كبرى المؤسسات الدولية بغض النظر عن الدوافع نحن لا نرى أن الدوافع هي حب الشريعة دائما وأحيانا الدوافع تحكمهم ما في شك لماذا تنفذ الدوافع لا ننظر للدوافع لماذا؟ لا ننظر للدوافع برغم أن الدوافع أحيانا تكون هي الطريق النجاة ما في شك ولكن لا ننظر أقصد للدوافع في الحكم على أن هذه المعاملة أو هذه الخطوة إيجابية أم غير إيجابية أنا أريد إن كان هناك توجه إلى الأسلمة أو إلى النظام المصرفي الإسلامي الذي نعتقد أنه يقدم مجموعة من الحلول وخاصة في مجال التنمية أنا أشكر هذه التوجهات وأساعدها وأتقبلها ونحن نتقبلها ونشكرها معك ولكن ننتقل للدكتور فهد دكتور فهد ما زلنا نتحدث عن القوانين التقليدية والقوانين الإسلامية هل القطاع المصرفي أو النظام المصرفي هناك متسع أن يعمل في ظل قوانين تقليدية أحيانا يقول عليها البعض أنها عقيمة وتعطي المسيرة التنمية؟ يعني المصارف يعني عندنا يعني أن ندرق القوانين المتطورة وإحنا دائما يعني في حاجة أن نراقب الأمم المتقدمة ونقارن أن وجدنا نقص في قوانيننا يجب علينا أن نحسن هذه القوانين للأفضل لأننا أصبحنا في عالم مواحد صغير نستطيع أن نصل إلى أي جهة ونستفيد منها وفيما يتعلق في المصارف الإسلامية يعني هناك قانون ينظمها وهناك يعني فيه دراسات كثيرة يعني تصب في التوجه إلى المصارف الإسلامية لأن هناك يعني رأي أنها كانت فيه منأة عن الأزمة العالمية التي حصلت في سنة 2008 2008 نعم أنتقل معك للاتهمات الحالية بين النواب والإداعات المليونية الجانب القانوني الجانب القانوني والشكلي هل فعلا الإداعات المليونية أثرت على مسيرة التنمية في الكويت؟ هل أصبح بعض الشركات لا تنظر إلى الفساد أو محاربة الفساد بشكل جدي عندما يرى أو يستمع إلى أن النواب وصلوا إلى التقاذف ببعض بإداعات مليونية وما غير مليونية؟ طبعا الإداعات المهم هي صورة من صورة الفساد التي ظهرت علينا وهذه يعني يعني وصمة عار في جبين إذا أثبتت إذا أثبتت وهذه كلمة تحتها خط دائما نقولها لكن نحن نتكلم عن مجلس تشريعي متهمين أعضاء بهذا الاتهام واليوم نشوف النيابة العامة وجهت اتهام وحركت دعوة الجزائية وخرجوا كمتهمين بكفالات طبعا الجانب القانوني هناك جهات تسير فيها ولها إجراءاتها لكن نحن نتكلم عن الجانب السياسي وهو نظافة يد السياسيين وهذه مهمة جدا في مجلس يتولى مسألة التنمية يعني أنظافة يد كل مواطن يعمل ويعني له أن يعمل بالاقتصاد الكويتي والسياسي مفترض النظافة تعمل وهذا يدفعنا إلى القول هل نحن في حاجة إلى قوانين لمكافحة الفساد نعم نحتاج إلى قوانين في مكافحة الفساد لأننا هناك قانون لم يفعل قانون قانون مكافحة الفساد لا نحن في الكويت صراحة محتاجين إلى قوانين كثيرة فيما تعلق مكافحة الفساد ومن ضمنها كان مشروع مطروح في مجلسهم وهو كشف الذمة المالية هذا أحد قوانين مكافحة الفساد لكن بسبب حل المجلس لم يصدر هذا القانون وإن كان لي أنا ملاحظات صراحة على هذا القانون باعتبار أنه قانون قاصر فيما يتعلق في الإجراءات الواجب يتخاذ في الأشخاص المطلوب كشف ذمتهم على سبيل المثال كان المشروع يتكلم عن كشف الذمة المالية للنائب وزوجته وأولاده القصر طيب البالغين طيب لماذا لم يطبق على الوزير مشروع هل الوزير مش شخصية عامة والمفترض أن يحسب جميع موظفين الدولة المفترض يطبق عليه القانون لماذا نطالب بتطبيقه على النائب فقط المفترض يطبق على كل من هو موظف عام وهذا نحن ما نحتاجه لك جميع القيادين صراحة في الدولة محتاجين إلى كشف ذمتهم المالية وهناك مشاريع صراحة رفعت إلى مجلس الأمة لكن لم ترى النور أنا أعتقد أنه لو أخذ بها لن نرى مثل قضية الإداءة المليونية أو غيرها هو بعض المشاريع أو مشاريع بقوانين رفعت لمجلس الأمة من ضمنها قانون البيئتيق قانون الشركات القانون التجارية بعض قوانين كثيرة وما زالت في إدراج مجلس الأمة لا نعلم عنها شيء هل القوانين دي عطلت فعلا التنمية في الكويت؟ هذه استاذي من متطلبات خطة التنمية مجلس الأمة مفترض في أن يصدر مثل هذه القوانين وهي للأسف جاهزة في إدراج المجلس واللجان رفع التغاريرها لكن مجلس الأمة يعني ركز في الجانب السياسي رغم أننا نحن محتاجين إلى هذه القوانين ركز في الجانب الاقتصادي لا ركز في الجانب السياسي وترك في الجانب الاقتصادي أنا مفترض ركز في جانب الاقتصادي نعم لأن هذه مهمة لخطة التنمية الذي وافق عليها المجلس بشبه جمع بالفعل حتى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ركز اليوم في كلمته على 11 أولوية الحقيقة 11 أولوية مهمين جدا منهم اتخاذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة بما يتعلق بمشروع القوانين ومقتضاها لضمان نزاهة الانتخابات منها المحافظة على مقاومات الوحدة الوطنية منها العمل بشكل جاد لحسم وإغلاق جميع الملفات والمشكلات والعالقة منها مواجهة جميع اشكال الفساد وأنواع القضاء ومركز على أسباب وعدم الاكتفاء بمشروع قانون فقط ولكن القانون يحتاج إلى تطبيق منها خمسا سرعة وضع الأسس العملية المناسبة للأعداد العملية أو تخطيط وعادة وزارة التخطيط أو عادتها إلى لجة تخطيط برنامج عمل متخصص للحكومة سابعا تعزيز دور وسائل الإعلام والاتصال سامنا اهتمام بالشباب تطوير منهجية العمل في مؤسسات الحكومة المختلفة عشرا تنفيذ الالتزام بتطبيق القانون على الجميع وطلب ذلك أن تعكف كل جهة على مراجعة ما يخصها من قوانين اه اه احداشر تطوير العلاقة بين المجلس والأمة عن طريق تشخيص ودحديد أسباب الاختناقات والأزمات الحقيقة برضو رؤية حلوة ومطروحة لابد أن نضعها في الحسابات ونضعها في كل ولمس الجانب الفساد ولمس الجانب الاقتصادي ولمس كل الجوانب اللي احنا نحتاجها هل احنا محتاجين ايه في المرحلة المقبلة؟ ده المهم احنا يعني مقبلين على مرحلة انتخابات ومن أهم الأشياء اللي افترض على الحكومة التي موجودة لحظة انتخابات أنها تعمل على أن تكون الانتخابات نزهة وتفضل فيها رئيس الحكومة اللي يجب علينا أن نشاهده كواقع بدت الآن الحديث عن رشاوي ومخالفات للقانون يجب على الحكومة التي سوف تشرف عن انتخابات أن تحارب نعود مرة أخرى للاقتصاد ونحن نتحدث الاقتصاد مع السيد عبستار السيد عبستار ما فائدة القانون؟